اشتركوا في القناة قبل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان جوبيتش مؤكداً أن الاستقالة لم تكن مفاجئة وأكد المتحدث أن جوبيتش يعمل على إيجاد البديل المناسب لجوبيتش بشكل سريع لضمان استمرارية القيادة ونفد جاريكا وجود خلاف بين جوبيتش والأمين العام أنتونيو جوبيتش قبل الاستقالة مضيفاً أنه سيبقى في منصبه في الوقت الحالي ويعتزم الطلاع مجلس الأمن اليوم على تطورات في ليبيا أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن صباح اليوم الأربعاء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنع وأوضح التحالف أن العملية لا استهدفت مواقع سرية لنشاط طائرات المسيرة مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري لطائرات المسيرة وأكد التحالف اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية قالت وسائل أعلام سوريا اليوم أن هجوماً جوياً إسرائيلياً على المنطقة الوسطى بسوريا أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة سبعة آخرين ونقلت وكالة ناسا السورية عن مصدر عسكري أن طيران الكيان الصهيوني شن في حدود ساعة الواحدة وست وعشرين دقيقة ليلاً عدواناً جوياً برشقات من السواريخ وجهت من شمال شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الوسطى وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للسواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها وقالت إن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني أخر بجروح خطيرة بالإضافة إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية صنفت أستراليا اليوم الأربعاء حزب الله منظمة إرهابية في خضوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري لتنظيم المسلح الذي يسيطر على قسم كبير من لبنان لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية وقالت وزيرته الداخلية كارين أندروز إن التنظيم يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية تقديم الدعم للمنظمة الإرهابية ويشكل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به الأستراليا بحسبها ولم توضح الوزيرة الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة عبر مسؤولان فرنسيان عن تخوفهما من احتمال وصول ضابط كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة الأنتربول بسبب دعوة تعذيب مرفوعة ضده ودعا مسؤولان محليان كبيران في فرنسا وزير الداخلية جيرارد دارمان إلى لا يقضت إزاء احتمال وصول المفتش العام في الوزارة الداخلية الإماراتية اللواء أحمد ناصر الرئيسي إلى رئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية خلال الانتخابات التي تنظمها الأنتربول الخميس في اسطنبول وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكي رئيس منطقة أوفغني ران ألب وبرونو بيرناغ رئيس مدينة ليون إن ترشيحا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الثلاثاء إن قاذفات أمريكية تدربت على توجيه ضربة نووية لروسيا من اتجاهين مختلفين في وقت سابق هذا الشهر وشكا من أن طائرات اقتربت لمسافة عشرين كيلومترا من الحدود الروسية لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن تدرباتها أعلن أو أعلن عنها في حينها وجرى خلالها الالتزام بالبروتوكول الدولي يأتي هذا الاهتمام في وقت يتصعد فيه التوتر بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا إذ يعبر مسؤولوها عن مخاوفهم من هجوم محتمل من روسيا على جارتها الجنوبية فيما تتهم موسكو من جهتها الولايات المتحدة وحلف الأطلس وأوكرانيا بارتكاب تصرفات استفزازية وغير مسؤولة مشاهدين ختم هذا المجز ألقاكم على رأس الساعة السلام عليكم اشتركوا في القناة